انا لو عايز انا مثلا عندي 3 شهور او شهرين او ايا كان وقت الاجازة عايز ادرهم بشكل كويس ازاي ان انا اقدر ادير الوقت بتاع الاجازة يعني هو اولا الحركة الحركة دي امر مهم جدا خاصة ان احنا بنبقى عايزين نكون في فترات خمول وده مش يعني ده ان الجسم مل علينا بكده قعد واستريح وما تعملش حاجة فده ما فيش روحة لنا فيه دي حاجة بتسبب بعد كده برضو زي ما كنا بنتكلم حالات من الحزن والديق فانا اول حاجة انا لازم اتحرك يعني حتى احنا دي بننصح بها حتى كبار السن اللي وصلوا لمرحلة التقعد ما تقعدش وما تستسلمش الفترات الراحة ده الجسم ربنا خلقه للنشاط وللحركة وده كمان يعني من حكمة ربنا انه هو خلق حاجة جدا جميلة جدا في المخ انه هو كل ما بتحرك وكل ما بتعلم حاجة جديدة وبشترك او بندمك في انشطة اجتماعية في وصلات عصبية في المخ بتتخلق سبحان الله دي حاجة كده يعني ربنا عملها جوه الانسان ولما ببقى قاعد طول الوقت كده انا مش عايز اعمل حاجة دماغي مش شغالة مفيش علاقات مفيش ترابط طول الوقت قاعد لوحدي متوحد مع الموبايل او انا قاعد مش عايز اعمل اي حاجة الجسم بيبتدي الرابط دي تبتدي تنكمش وتدمر فانا بنصح اول حاجة اتحرك ممارسة الرياضة في وقت الاجازات امر مهم جدا اهتم بممارسة الرياضة اي رياضة بدنية اعملها وبخاصة رياضة المشي رياضة المشي كل يوم في الاجازة لمدة 20 دقيقة تحسن من صحتي النفسية خاصة ان في بعض الناس بتحس باوقات فراغ يعني انا كنت مشغول جدا وبعد كده ما عنديش حاجة ايه ففي فجوة فساعات فيه ناس بتحس براغم ان هي ما عندهاش حاجة بس بتحس بمشاعر دي